بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنقتبس من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونتابع في تواضعه صلى الله عليه وسلم واختياره أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا أتي بتلك القصعة وقد أثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها ولما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم من تحقق بمقامات العبدية والعبودية لله تعالى وهو أشرف من كملت له مراتبها العالية لذلك وصفه الله تعالى في أعلى مقاماته بالعبدية فقال سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال سبحانه في مقام إنزال الكتاب عليه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وقال تعالى في مقام الفرقان والنصر والبرهان إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وقال تعالى في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقال تعالى في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ولذلك كان هو صلى الله عليه وسلم صاحب مقام الوسيلة الذي هو أعلى منزلة في الجنة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي الحديث كما في صحيح مسلم والحمد لله رب العالمين